بس أننا نرحب بالممثل الأدير محمد إبراهيم أهلا وسهلا فيك ببتحل الحياة أهلا فيك وأنا كثير سعيد معكم نحن مبسوطين كثير أنك موجود اليوم معنا مسيرة طويلة كثير رح نحكي عنا كلها رح نبدأ بالمسلسلات ولكن قبل ما نحكي عن هالمسيرة عم نحكي أكتر من 80 مسلسل خليني أبدأ بالمسلسلات اللي بالنسبة إلك أكتر شي أثرت بالمشاهد وأول ما نقول الممثل الأدير محمد إبراهيم دغرب يتذكروك فيها في أكتر من مسلسل يعني أنا بدي أظلم بعض المسلسلات اللي كان في حميمية بيني وبينها بس أكتر شي الناس بلبنان وبالعالم العربي حتى ما أقول بس بلبنان بمين أثر يعني عملت مسلسل ندم كتير كان إلو وقع في العالم العربي مسلسل قريش ومسلسل بنت البواب كتير أخدوا سيكسي هون وزوج الآنسة كمان كان كتير مهم ومن هالمسلسلات اللي ذكرتون في دور معي يعني بيعني لك كتير يعني حبيت تقدر دور طبعا يعني كنت تحبهم هؤلاء الأدوار يعني هؤلاء الأدوار إجوا بفترة كنت أنا نقي دوري يعني قبل هاي الفترة كنت كل شاب بيكون بأول بداية حياته الفنية أي دوري بينعطاه كان لازم ياخده لأنه بدون ينتشر وينعرف ويقدر يحط اسم لإلوه صحيح بعدين بس يصير فيه وقع معين بيصير يختار يعني هؤلاء أنا بحبهم لأنه بوقت كنت اختار الدور أنا بدي أسألك أستاذ محمد أنه بدي ردك شوي معلوماتي بتقلي أنه بداية مسلسلاتك اللي بلشت فيها العقد الفريد كان بسنة التسعة وسبعين كيف كان هذا النهار إذا بدك توصفه للمشاهدين أو وقعوا عليك بدي أقولك أنه كان من أصعب أيام حياتي ليه؟ الدور ما كان كتير كبير جملتان بس قدام عمالقة إذا بدك بالدراما التاريخية كنت بالدور أنا دراكت عم مثل مع الله يرحم وعبد الكريم وعمر كان هذا ممثل أنتوا ما بتعرفوه إلا إذا بد يبقى يرجع للأرشيف الواحد بس كان من أخطر الممثلين ما تبكير ما عمر كتير وكان إنتاج رشيد علاني وجوه البهار ممتاز هلأ صنع عم نحكي عن الناس سبقونا للعالم الآخر بس هيد الحياة الله يرحمهم كلهم هيدا الدور يعني كان إذا بدي أقولك كان الحلم الفرصة اللي بينطورك الشب حابي بمثل بقيت جمعة أحفظة واو إيه لأنه قالوا لي انتبه الكاميرا بتاخد كتير من الشغل بدك تكون حافظ 200% حتى إذا عندك شوية رعب شوية خوف يضلوا بالمية مية محفوظين بس كانت من أجمل لقطات حياتي اللي عملتها قداش كنت كتير مرعوب بس دخلت على استوديو حسيت حالي بعالم آخر وكانت هي الباب اللي منه مباشرة من بعد هاي اللقطة عملت مسلسل بطولي مع استوديو بيروت اللي هو رشيد علاني وجو البهار ممتاز عندك ذكريات كتير عن هانهار بالتحديد وخاصة مما أنه ذكرت أنه كلها على بعضها ما كانت هالجملة طويلة ولكن لما يكون واحد مبتدئ بيكون بالنسبة له هالجملة اللي ممكن تفتح له بواب عديدة هيدا لنهار أول مرة أجيك دور تتذكر كيف تأجيك الدور كيف صارت الأمور لحتى بلشت هالمسيرة الطويلة ايه صحيح أنا كنت خالص ترمينال كنت بأول سنة بكلية العلوم كنت بدي أعمل رياضيات بأول 19-20 يعني وكنا رفقنا نحنا 3-4 شباب في واحد مننا عمل مساعد مخرج يعني وبلش بالدمان وصار يشتغل قالوا له بدنا شي شاب صغير يعملنا هاللقطة جابني إليه وكان في حميمية يعني كان في صداقة ونحنا كنا مجموعة مع بعضنا حبين كلنا ننطلق بعالم التمثيل فالسبب كان هو زميل دراسي وزميل قديم أنا ويا كنا صغار وكنا مع بعضنا بما أنا عم بتقول أنه بلشت بار كيف أنا أعتبرها صدفة من خلال صديق فتح لك باب وكنتوا كلكم تحبوا تمثله شي مرة افتكرت بوقتها أنك تدرس تمثيل لأن أنت اخترت مجال مختلف إيه لألك شو اللي صار أنا يعني الخيار عندي أنا لما بلشت تمثيل ما كانت يعني كنت بعدني خالص ترمينال وفايد جامعة كان أكتر الأعمال اللي كنا نعملها كانت بالعربية الفصحة كان برنامج موديرن أو تاريخي بس سيقبت وحظ الحلو أنه من بعد هاللقطة عملت دغري بطل مسلسل وبلشت العروض علي ببطولة مش بأدوار تانية ولا تالتة أنا قلت لأ بكسب شهادة تانية أحسن ما أروح على معهد الفنون ففت على كلية الأدب لحتى أوي لغتي العربية لأنه كان عملنا عشرات المسلسلات كلها باللغة العربية قلت ما زال دي جاء خلص يعني أنت عم تاخد بطولة لا شو قد تاخد تروح على معهد الفنون مع أنه أنا بحترم كتير معهد الفنون بحترم كتير أنه الشاب والصبية يروحوا على معهد الفنون بيكسبوا سقافة كتير مهمة أنا بالميران كسبت سقافة التمثيل بس بالدراسة كمان كسبت بالأدب العربي شائل كتير مهمة بيعتز فيها وهون كمان سينتيا يعني نحن بنعرف يمكن المشاهدين ليه يلي ما بيعرفوا أنه أستاذ محمد إبراهيم كمان بيملك خامة صوتي رائعة جدا وكمان بيقولوا الأذن تعشق قبل العين فأنت كمان عرفت بالدبلاج وكن طبعا في كتير نحن رعي الكبير من اللبنانيين يلي صوتهم أخدهم لكل العالم العربي وعشقهم من خلل أصواتهم أنت شو بتخبرنا عن تجربة الدبلاج وأي أدوار بتذكرنا إياها هي عزيزة على قلبك لك أنا بلجت بالدبلاج بمعحدة اسمه الاتحاد الفني هلأ أفل من زمان كان في عبد المجيد أبو لبن وصبحي أبو لغد وغانم الدجاني كان في برناء مسلسل سينما مصور 16 مليمتر اسمه جواهر الرئيس أول مسلسل كنا بنعمله دراما ومن دبلجو كانت سنة 86 بعدين بلشتنا نشتغل دراما بالكرتون وبفترة أنا اشتغلت بالل بي سي هون بهيدي استوديويت مباشرة عشمالنا شيء 3-4 سنين مع بعضهم ومسلسل اللي بعده بذكرتي أزميرالدا اللي كنت بلعب بطولته أنا والزميلة سميرة بارودي هلأ ذكرت حضرتك أنه كنتوا تكونوا بالل بي سي آي لما ترجع تفوت على المبنى تستعيد ذكريات قديمة؟ طبعا أنا تذكرت كل شيء أنا أفوت وأنه في باب صار لهذا استوديو كان مسكر كنا نقعد جوا ما كان هي سبقتني على السؤال كنا بدي أسأله هذا السؤال لأن اليوم لما نحكي عن مسيرة طويلة رحلة نقص ما لأن اسم الله الأعمال العديدة مش بس بالتمثيل لما نحكي دبلاج اليوم المشاهد بيحضر المسلسل بيكون متاخذ بالأدوار كلها ولكن بينسى قدي الدبلاج بده شغل قدي بده تقنية عالية والمعروف أنه مش مين ما كان بيقدر يعمل دبلاج أول شي بدنا الصوت نفس الوقت نكون ممثل نعطي نفس المشاعر صحيح صدقيني في بعض الأعمال اللي عملناها يمكن أزميرالدا أو واحد تاني يعني في حدا إجاء لنا أنه ما بتذكر إذا البطل اللي عبدت دوره أو البطلية نحنا حسنننننننن أصواتن يعني أصواتنا أحسن من أصواتن يعني المسلسل هو مدبلاج أحسن من ما هو أصواتنا أحسن من أصواتن وكثير حساس مسألة دبلاج خصوصي بالدراما كثير حساسي بعدك عم بتقول لي لأنه بس بدن دبلج مش عم شربو عم يحكي بدك تنفعلي على قد الإنفعال إذا عملناه شوي أوفر فوقه أكتر بيطلع بشيعة وإذا مش عم نحس الرياكسيون اللي موجودة على وشهم كمان مصبناه كتير حساسة والناس بيحضروا الحلقة بساعة نحنا بتاخد معنا ثلاث أربعة أيام يعني بيحضروها خمسة وارمعين دقيقة بالبيت بلوقت هي يعرفوا قداش أخدت معنا مثل التمثيل أيضا لما يشوفوا المشاهد بفكر أنها هي نص ساعة أو ساعة من الوقت ولكن هي قداش بعيده قد يغلقوا قد يتعبوا قد يحطوا أنرجية وطاقة من حياتهم وأيضا قد صعب على الممثل أنه اليوم خاصة لما نعرف نحن أنه الإنتاج نوعا ما متواضع خاصة قدام غير بلدين يعني كاميرا واحدة هي عم تتحرك يعني أنتوا بتعيدوا المشاهد لا يخذوكم كلوس أب لا يخذوكم عن بعيد لا يخذوكم بروفيل لا يخذوكم سوا دائما هذا المشهد عم يتكهل أحيانا نفس الجملة منعيدها عشر اتناشر مرة من هذه الزاوية ومن هذه الزاوية ولا تأخذي رياكسيون منهم بتعيدي لزميلك الجملة أو زميلك بيعود لك الجملة لحتى يخذه الإحساس بتحس أنه هذا الإحساس بيفقد شوي مصداقيته المشهد إذا عم بتعيده المشهد نفس المرة من أكثر من زاوية لا تعرف لي لأنه أنت بتحبها لهذه المهنة بتحبها وبتكون عم تضحك على حالك إذا بدي روح إحساسك يعني نحنا أنا برأي دائما الممثل ناجح بالبروفا بده يقدي مثل ما بيقدي حقيقة هو عم يصور عم نحكي عن مسلسلات أكثر من 80 مسلسل دراما هالدراما اللبنانية اللي نحنا معوادين نشوفها على الشاشة اليوم كيف تختصر هالمسيرة لأن نحنا بالنسبة لنا كتير غنية بس بالنسبة لك شو بتذكرك شو بتعني لك واليوم وينه الأستاذة محمد إبراهيم عم تحكي عن مسيرتي الشخصية ولا الدراما اللبنانية طبعا أنا خلال عشر سنين الماضين ما قدرت أعمل إلا ثلاث مسلسلات منهم منهم هلأ بتذكر المهم أنه سارة عنتر وعبلة يعني بمعنى بس الاسم نسيانه معلاش ودكتور هلا وعملت آخر شي سارة لأنه ما في وقت أنا كنت عم مارس وظيفة كتير حساسة كتير خطرة إدارة إذاعة لبنان اللي هي مثل علم لبنان صحيح اللي هي بتختصر وجدان لبنان كله بسقافته هي اللي نقلت سقافة لبنان والغنية اللبنانية والمسلسل اللبناني لكل العالم كتير بتاخد جهد كتير بتاخد وقت ما بيعود فاضي اللي بدو يشغل مركز مدير إذاعة أنا هيدا اللي خليني شوي غيب فترة وفترة كل ثلاثة أربعة سنين اللي عملت مسلسل مش أكتر بس كنت حسس حالي أنه أنا أنا ورفقاتي عم يجوا يشتغلوا بالإذاعة عم يعملوا مسلسلات دراما إذاعية حسيت حالي أني بعدني بالعالم التمثيلة متركت هيدا فترة من حياتي حبيت أني أعمل شي باعتبروا أنا عمل وطني باعتبر أني إذا ضحيت بمحمد إبراهيم الممثل التليفزيوني أو المسرحي أو السينمائي بس بكون عم لقي مطرح أني أنا حط بصمة بإذاعة لبناني اللي رجعت تنسمع من أستراليا لكندا لأمريكا لأوروبا كله وللعالم العربي بالوقت اللي ما كانت تنسمع أكتر من 30% بالأراضي اللبنانية طب كيف توصفنا تجربتك بالإذاعة خاصة أن نحن نعرف أنه مجال التمثيل وأيضا الصحافة والأعلام نوعا ما بيشبهوا بعض ولكن فيه اختلاف كيف توصفة لها التجربة لكن لتجربة الإدارة بالتليفزيون أو بالإذاعة إلى شقان كتير خطرين وكتير مهمين يعني أنا دائما برأي بقول أنه اللي بده يمارس عمل إدارة وقانوني بحث بده يحط حده عشرة يفهموا بالمسلسل وبالنص وبالموسيقى وبالشعر يعني يا بيكون إدارة محض 100% أو بدي يكون فنان بدي يجيب حده بالإدارة يعلمه يساعده يكون على إيده دايما لحتى لأنه الإدارة خطرة يمكن هذا لنفتده كمان نحن أنه ما يكون فيه تفرغ أنا بالبداية ما كنت أعرف شي بالإدارة أنا بعرف كنت أقرأ النص إذا هذا بيسوى أو ما بيسوى هل غنية شعرة بيسوى أو ما بيسوى هل لحن هذا أنا بيختاره ولا ما بيختاره لحتى أخوض مش مباريات مهرجانات بالعالم العربي ومسابقات الأغنية نحن أربع مرات أخذنا جوائز باتحاد إزاعات الدول العربية أربع مرات الأول لأ ثلاث مرات أول ومرة تانين بالأغنية وين أخذناها بمصر وببيروت وبتونس وببغداد بالعراق مش إنه لنقول إنه نحن عم نعمل مهرجان باللبنان وعم نخدهم وإدى اتحاد إزاعات الدول العربية يعني جهة كتير محترمة وموسوقة لو محمد إبراهيم أو أي حدا اللي مثلي أنا بيفوت على الإزاعة وبدو يقود مسيرة معينة لفترة معينة من الوقت إذا كان ما بيعرف يجيب مسل على دور أو يجيب صوت للحن أو يختار شعر بيكون فيه خلل لأنه عملنا نحن مش بس إعلامي إنه بدك تزيع أخبار أو تجيب خبر أو تستقبل فنان تنحكي عن حياته نحن عملنا إنتاج دراما إنتاج برامج للشباب هيدا كتير بده حدا يفهم بالفنون ويفهم بالإدارة أنا أول سنة تنين تعلمت الإدارة والفنون أنا حفظة طب سؤال بما أنه عم نحكي عن الإزاعة اللبنانية إذا تقعدت بتعتبر حالك أنه بطلت معني أنه اتتابع شؤونه وإدارته ومساره لا لا أبدا أنا بوجه تحييله معي الوزير الرياشي أنا مبارح سلمني درع تكريمي بحضور كبار الموظفين والمدير العام بالوزارة ومديرة الوكالة والديوان والمدير الجديد زميلة محمد غريب بتمنى كمان ينجح بمسيرته الوزير الرياشي أصر اللي أنت بتبقى وبتشتغل تكون على أساس تنتبه للدراما بالإزاعة البنانية يعني أنا بدي ساعد أن ننتبه للدراما الإزاعية لأنه نحن بالدراما الإزاعية كنا كمان غازيين العالم العربي صحيح وشغل كتير مهم الدراما الإزاعية عم تاخد مكانة بأوروبا وبالعالم العربي بالبي بي سي ما في دورة إلا ما فيها دراما إزاعية فأنا رح ضلني موجود إن شاء الله إن شاء الله بهذا الشغل بالإزاع وهذا المطلوب وبالشغل التلفزيون لأنه أنا خصير بدي أرجع بنزل شوية وزن وغض على كل حل بقين لك أستاذ محمد حضرتك كمين كنت رئيس نقابة الفنانين المحترفين بين سنة 2007 وال2009 برأيك نقابة على عهدك كيف كانت واليوم كيف صارت شو الفرد لك أنا حتى ما أقول يعني أحكي عهدي وعهد غيري هاي النقابة نحن بنائناها بعرق وتعب وصهر وحتى وصلنا لمطالح كان في خطورة علينا لأنه كنا بوقت عم نطالب بشغلي مكان ممنوع تصير قانون المهني قبل القانون المهني إن شاء نقابة نعم نحن من السنة 1993 اشتغلنا عليها وإيد بإيد كلنا صوع مع بعضنا ونجحنا وكملنا لحتى بعهدي أنا لا افتخر أني أنا بعهدي تصوت بمجلس النواب وبوجه تحيي لدولة الرئيس برري ولكل النواب اللي صوتوا يومتها على القانون المهني اللي كنت عم تحكي عنه هلأ هيدا نحن أخدناه بأيامي وبيأيامي ممكن هذا إنجاز كتير كبير الله يخليك طبعا ونحن ما كان عندنا مواقع إلكترونية ما كان عندنا ارتباط بشيء اسمه بالإنترنت بهديك الأيام عملنا موقع كتير بيأخذ العقل وأخبار الفنانين كلها بلشت تتداول عن طريقه هلأ ما بعرف إذا الموقع بعده شغال أو شيء بأنه ما عدتبعت بس قضايا النقابة الكبرى أكيد بتبعها وبقول نحن ما حدا لوحده حقق بالنقابة مسيرة شباب كلهم مع بعضهم اشتغلوا مع بعضهم لحتى حققوا القانون المهني وسندوق التعضد استاذ محمد نعرف يعني عم نحكي هلأ عن تاريخ طويل وقدمت حياتك خدمة للدراما اللبنانية وللإزاعة اللبنانية اليوم منعرف أنه عندك بنته صبي الله خلي لك يهون إذا حدا تلمح عنده موهبة بنته شبان عفوا لأ أنا عندي شبان وبنتين آه شبان وبنتين الله خلي لك يهون إذا بتلمح أنه حدا عنده موهبة حقيقية بتشجعه أو بيظل الصعوبات اللي أنت عم بتحكي عنها بتقوله أنه لأ التفت لمجال آخر لأ حقك كباي تقول أنه هذا الدرامين ظروف واحد اثنين ثلاث أربع ولو هلأ أنا حدا من أولادي بده يتجي لهذا الموضوع بقل له هلأ الظروف صار فيها إذا أنت تنجح بحياتك فيك تبني وتطلع فلوس بس إذا ما فيك تنجح بحياتك شو بدك فيها بتحبها كمل إذا ما نجحت بأول عمرك لازم تغير بس ما بشجعه ولا بحبته تمنعه ما بيعمل له أحباط وبمنعه لأنه كل واحد مننا نسيج وحده أنا ما فيه يفكر عن ابني عمره شي وعمري شي الحياة له الحياة نحنا شوي شوي عم نتركها وما بدي يقول مثل طه حسين لن أعيش في جلبابي أبي ما لازم يكون كل ولد على صورة بي وامه يستفيد من تجربة بي وامه بيستفيد منهم بيشوفوا شو خبرتهم بالحياة بس هو لازم يكون شخصيته ما بقدر أنا أفرض عليه شو بده يتخصص ما بفرض عليه شو هواياته بالحياة إذا بيحب فوتبول بقولوا لأ بدك لعب بسكتبول للأسف نشوفه عن بعض الأهل يلي بيختاروا الأولادون أمور هن بحبه لأ بدنا نوصل لمطرح بقى نكون نعرف إنه هذا إنسان هو بده يبقى يكون شخصية صح وبده يكمل بالحياة ونحنا منروح قبله فلذلك أنا ما بشجع هوي هوي لازم يعطي بترفله هو بده يكتشف مطلق الخيار كل واحد مننا بده يكتشف مفواجه ولكن هو بيختار مية بالمية وشو بده أولدك شو أعمارهم؟ أنا عندي وعد الكبيرة موليد 82 يعني المفروض هلأ بحدود 36 عندي واصف 83 سنة بيناتون بعدين عندي وسن ويوسف وسن بنت ويوسف وعندي نور آخر واحد وسن بحدود تقريبا 31 يوسف 27 نور عمره 21 الله يخلي لك يهون هل يوجد أحد منه نختار المجال الفني؟ لا أنا كانت بنتي وعد الكبيرة وابني واصف كان يشتغل معي بالدوبلاج لأننا عملنا شغل دوبلاج وعد تركت هلأ سنة الماضية وعملي شغل لحالة من مخص بالفن بالتجارة بقي ابني الكبير واصف عنده دوبلاج عنده شركة متايور بيشتغل فيها دوبلاج تنبسط لما تشوف أنه حدا من أولادك يختار شيء أنت بيوم من اليوم كنت أعمله؟ بمبسط إذا نجح مش أنه يروح على طريق أنا كنت أعمله ويفشل كثير ولكن نجح سنعنده شركته الخاصة بس نجح الحمد لله لا نجح بتروح أيام معه أو لا؟ لا لا بروح لعنده دايما بروح لعنده وبياخد صوتي بيطلبني بيعمل لي أوردر أعمل أعمل يقدر كمانا يستفيد عنده واسطة خاصة بس ما بأقبل منه خاصة أحتكار طيب بما أنه عم نحكي عن الدراما اللبنانية ومؤخرا صار فيه كتير إذا بدك نهضة جديدة كيف رضاك عنا بهالأيام؟ ليك سؤال كتير مهم وطبيعي طبيعي تطرحه أنا بقول من ثلاثة أربعة سنين طبعا الدراما اللبنانية هي كانت الأولى في العالم العربي إذا ما نحكي بالسبعينات صح كانت هي الأولى وهي الثانية وهي الثالثة اللي مدي يجي بعدها كان يجي ستة وسبعة عم بحكي تليفزيون دراما تليفزيونية نشأت الدراما السورية طبعا المصرية كانت موجودة يعني باعة طويل وأنا دائما بقول مصر هي هوليوود الشرق بس نحنا قفزنا قفزات كتير عظيمة إجت فترات الحرب كتير كانت قاسية علينا أخذنا مدة كتير طويلة بالدبلاج وأنت بتعرف أنه دائما 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 رأس المال دائما جبان وخصوصي وحقه مش يكون جبان بالأيام العادية يكون جبان بأيام الحروب بأيام الأحداث باللبنان حقه كان بس كان تليفزيون لبنان مبيضة وقايم بدور كتير مهم لحدود الثمانين تقريبا قبل الثمانين بشوي مرأ معنا عشرة خمسة عشر سنة ما كانوا مناح الدراما تبعيتنا كتير كانت متأخرة صار المسلسل اللبناني إذا بده ينبيع يعني بده إذا بدك عجيبي من عجيب ربنا لا ينبيع لذلك ما عد حدا أنتج تليفزيون لبنان ما عد أنتج كمان ظروفه كانت صعبة بلشت من أربع خمسة سنين إشارات أو إرهاصات مثل ما بيقولوا بالعربي بداية دراما كويسة واللبنانيين الشباب والصبايا برزوا صاروا نجوم في العالم العربي يعني بلشوا يصيروا نجوم مثل نجومنا الفنانين اللي بيغنوا لأنه بتعرف انت اللي بيغني مرده شو ما صار بالبلد هما فيه مشكلة بيطلع بيغني بره بينتجوا جوان مكان ظروف التمثيل مختلفة كليا على الظروف الغنى بس اثنيناتهم نجحوا وهلأ صار في عنا نجوم بالعالم العربي في شي بس لازمين قال إنه بلشنا هلأ عم نشتغل كتير كويس بس طالما أنا بعدني كمنتج وأنا عم قول قاعدة يا لأتيوري كتير مهمة بعدني بحاجة لنجم غير لبناني طعم فيه مسلسلة معناتها إنه بعدني أنا موصلت نجح نواقس ولكن مؤخرا انتبهنا إنه فيه مسلسلة ثورة الفلاحين لكنه كل الممثلين لبنانيين وعمين عرض كمانا بالخارج مش بس بلبنان وحصد نجح كتير كبير يعني ممكن هيدا تكون بداية أنا قلت البداية كويسة أنا مش عم قول أبدا مش أنا عم قول فيه من أربع خمسة سنين بلشنا صار عنا شي بدنا نطلع فيه ننتبه له صار عنا فيه شي عم قلتلك صار في عنا صبايا مطلوبين شباب مطلوبين بكل العالم العربي معناتها إنه نحنا مأهلين إنه العرب يحبونا أصلا بيحبونا قبل هلأ ونحنا فيه كاريزمة معينة فيه رسائل قبل هلأ كتير مهمة من الأغنية للتمثيل من خمسين سنة إلى هلأ يعني إذا بدك الإعلان سابقنا بس نعمل شي كويس ثورة الفلاحين لما بتقليلي نجح بقلك نجح طبعا نجح بس مش مئياس بواحد ينجح صح وكون عم بشتغل عشرة عم طعمهم بعدني بغير لبناني صح أنا مش عم قول ما نشتغل ما نطعم وعلى أمل بالخارج كمان الممثلين اللبنانيين يكون عم ياخدوا أدوار بطولة بالمية مية بالمية مية فأنا عندي أنا دايما بعاق بطبعي طبعي تفاؤلي وأنا دايما عندي مثل ما بيقول الواحد قناعة وعندي طمأنينة بأنه اللبناني بينجح إذا بلش بالشي بمجرد مظروف شوية تكون مريحة بتساعده وبهالوقت كنا عم نقول إنه اللبناني دايما بينجح بدي يقول هر لك لا منتخب لبنان مبارح صح كان كتير فضل سي على بطاقة بس إنه شبابنا كتير مناح وأنا بدعي لكل الناس والصحافة يهنوهون ما حدا يزعل منهم صح على أمل إنه يكون دايماً لبنان عم يتطور إن كان بالرياضة أو بغير مجالات مختلفة كلياً تحديداً الدراما اللبنانية اللي شوي شوي عم تتطور أكتر وأكتر أستاذ محمد إبراهين نحنا مبسطنا كتير بهاللكاء معك نتمنى لك كل التوفي وعلى أمل نشوفك قريباً بمسلسلات وعلى الشاشة نتمنى نحنا معوادين دايماً نتابعك إن شاء الله أنا كتير سعيد بهاللقاء الحلو اللي قال لنرخص كل حياتي بمتل ما بيقوله بشوية وقت اللي نتمنى تكفي كمان المسيرة إن شاء الله إن شاء الله يا أهلا وسهلا فيك وعلى اللقاءات جديدة شكراً شكراً مشاهدينا بريك أصير ونرجع من بعده لحتى نأكل أطيب أبل باي شكراً 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 شكراً